اشتداد وطأة الحر يشهد مجتمعنا في الآونة الأخيرة قضية نسيان الأطفال في السيارات مما أدى إلى وفاتهم منذ بداية الشهر الماضي هناك أربع حالات وفاة للأطفال من ناحية غرق ومن ناحية نسيان الأطفال في السيارات أو حوادث بيتية نحن نشيد بالأهل الكرام في شتى سائر المجتمع العربي أن يأخذ الحيطة والحظر من أجل تفادي هذه المشكلة أو هذه الظاهرة الخطيرة نحن على ثقة تامة بأن اهتمام الأهل في جميع مصار وسيرارة الحياة تؤدي إلى الحفاظ على هذه الكنز الكبير من هذه الأهل حالة وفاة الطفلة رؤية خليل أبو عجاج من بلدة قصيف في النقب جاءت بعد أن نسيها والدها في سيارته وذلك قبل شهر من دخول التعليمات التي تلزم تركيب جهاز مستشعر خاص في السيارة لمنع نسيان الأطفال فيها علما أنه وفقا لمعطيات منظمة بيتيرم لسلامة الأطفال فأن خمسة وثلاثين طفلا لقوا مسرعهم في العقد الأخير نتيجة نسيانهم داخل المركبات بعد كل هذه الأحداث التي تحدث في الفترة الأخيرة غرق أطفال نسيان أولاد في السيارات نحن مقبلين على عطلة للفصل الصيف فأنا أتأمل من الأباء وأيضا أتواجه للأباء والأمهات في البيوت رجاء الحظر لانتباه الأولاد هذا مهم جدا أن ننتبه الأولادنا أولادنا هم أفل ذاتك بادنا فمن هذا المنطلق نرجع وأكرر وأقول كل مننا يجب عليه أن ينتبه الأبنائي فالفترة الأخيرة هذه الظاهرة موجودة للأسف الشديد وموجودة بكثرة في الوسط العربي نحن اليوم نواجه كثير حالات نسيان الأطفال في السيارة اليوم تم إصدار جهاز نسي الطفل يكلف هذا الجهاز إلى 500 شكل أتمنى الكل يركب هذا الجهاز في بداية الشهر القادم مديرة منظمة بيتيريم أورلي سيلفنغر قالت أن نسيان الأطفال في السيارات أمس ظاهرة مؤلمة جدا يمكن أن تحدث لأي واحد منها وغالبا تحدث في حالات تغيير الروتين اليومي والضغوط النفسية والتعب ودعت أولياء أمور الأطفال إلى تبني نهج لتصرف منقذ للحياة وهو فتح الباب الخلفي للسيارة والاتصال بالزوج أو بالزوجة مع انتهاء الصفر لطمأنتهم بالوصول بالسلامة مع مرافقهم